ليا الوطفة مرحبا مرحبا زان أول شي بدأت تشكره لخالد يونس يعرفنا على بعض علما أني أنا بعرف عنيك من شي 8 سنين بس قلت لك رفقتنا هباب ومساعد وحسان الشيخي اللي بيسلم عليك بذلك Oh thank you وسلم لها لكسير Hi حسان We have lots of mutual friendship Yeah I didn't know that But that's great تير بيهمني للأشخاص اللي عم بيسمعونا أو عم بيحضرونا يعرفوا كيف بلشت شو الخطوات اللي وصلتك على المحل اللي انت فيه اليوم شو المصاعب شو هالقصص اللي عانيت منها شو النجاحات إذا فيكي تعطينا هيك فكرة عن المنشأ وين بلشت وين صرتها أوكي هلا أنا سورية طبعا بس أجيت لهون عمري 9 سنين لدبي عم بحكي أجيت مع أهلي عمري 9 سنين وعشت هون ودرست هون وهون بلشت الكرير تبعي كلها أول كرير بلشت فيها هي يعني معلقة صوتية بلشت عمري 17 سنة واشتغلت على كتير إعلانات معروفة وكنت كمان غني على الإعلانات وهذا اللي شوي دخلني على جو والستوديوز والميوزيك أكتر فبلشت أشتغل مع استوديوهات بالبلد ومن هون شوي شوي اتعرف كيف الإشياء بتمشي كيف العالم تشتغل بالموسيقى أو بهذا المجال ومع الوقت أنا تعلمت لحالي لأنه ما حدا كان راضي يعلمني شو تعلمت؟ عم تحكي آلات؟ لا مو قالت بيانو أنا كنت متعلمة قمت بلشت تعلم بيانو المشكلة إنه ضايع معي قمت بلشت بالعمر بس كتير يعني فيك تقول تقريبا شي عشرة حدا عشر سنة هيك شي بس لأ قصدي تعلمت إنه كيف استعمل العدة بالستوديو وبلشت حرطي هيك الحالي في الستوديو لتحكي الأشياء وبعد سنين تعلمت الحالي وبلش يجيني عروض شوي أكبر وأكبر لحد ما أجيت لعندي MBC كانوا جايين على الستوديو اللي أنا بيشتغل فيه وكان ما حدا موجود بالستوديو حقاً إنه حقاً قالوا لي الجماعة تبع على الستوديو قالوا لي أنت جيس عادي يعني يردي عالتليفونات إذا حدا دق مفروض ما حدا يدق بس نمو خليك يعني أراوند فقعدت ونطعت ما في تاني نهار دق والMBC قال لعننا بدنا نعمل موسيقى للأخبار الساعة الثامنة ما بذكر شو اسمه فقعدت ونطعت ما في تاني نهار دق سو إجوا قعدنا وشرحوا لي شو بدون وقد قمت بعمل موسيقى للأخبار عملت لهم الموسيقى للأخبار وحبوا الشغل كتير وعندما أعلم بعد فترة صاروا بلش يجوا لعندي أكتر وعندما أعلم عرضوا علي شغل وبلشت مع الMBC شغل وعملت لهم كتير موسيقى للأخبار والفواصل وأشعر واحدة فيهم هي موسيقى رمضان اللي هي على الMBC1 ما كت كتير عطيت أهمية بالأول إنه أوكي عم بيعيدوا كل سنة عم بيعيدوا كل سنة بتعرف أنه أوكي بتسمع وتقول لها لما غيروا ومعشوا بس بعد فترة لما أعرف كم سنة صار ماري عليها بتصير خلص إنه بصمة لرمضان كل شخص يرفع صارت جزء من الساونتراك لرمضان أعتقد أن هذا المقصود منه هذا اللي قصد جماعة الMBC إنه يصير في بصمة لرمضان وهو جميل إنه جميل جميل لهم جميل جميل لك وللمتلقي كمان يعني خلص صار في رابط إنه رمضان تايم طيب أنت بم بي سي اشتغلت كاكمبوزر ولا ساونت ديزاين ولا شو كان أنا كنت معهم بالكويتف ديزاين كنت بعمل مكساج لكل البروموز و ساونت ديزاين و إذا طلب ميوزيك بعمل لهم ميوزيك فبس بعدين بعد ما اشتغلت معهم تاري و ماشي ستة سنين قررت إنه ركز أكتر على المسيئة و تركت بألفين وتسعة و بلاش تركز أكتر شي على المسيئة و فعلياً أنت متفرغة لهذا الموضوع من هداك الوقت نعم من ألفين وتسعة إلى هلأ أنا عم بشتغل لحالي و ركزت أكتر على الأفلام والمسلسلات لأنه هيدا حبي الأكبر من ساونتشراك لأوبنينج ثيم كل شيء أنا حتى شغالي على دوكومنتريز مثلا للهلال الأحمر الإماراتي دلت أعملهم كل الإعلانات تابعهم و الدوكومنتريز تابعهم لمدة تقريب ماشي 8 سنين إذا مش أكتر عندك إعلانات فواصل مسلسلات أفلام حتى إفنت في عندك بألفين وتسعة عشر كان في الاحتفال تبع الـ 48th National Day تبع الإمارات يوم الوطني فكان في إفنت كتير ضخم بأبو ضبي أنا كنت واحدة من كذا كمبوزر اشتغلوا بالـ project بس I think أنا أكتر واحدة كتعملي موسيقى بالهيدا يعني ككمية موسيقى وتسجلت في لندن كان كتير حلول وبتفضلي شيء عن شيء إن كان إعلانات أو موسيقى تصوري long form short form في شيء معين بتحسي حالك ميالي إلو أكتر؟ هلا أنا بشكل عام بحب إني to compose to picture أي شي فيه صورة بحب to compose to it لأن الصورة داما بتحكي معي تصوري 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 موسيقى لذلك نعم أي شيء مع موسيقى بس أنهم كإذا مثلا فيلم أو إعلان أقول موسيقى 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 دمين نعم لأن موسيقى لأن انو الميزيك بتجي اخر اخر شيء يعني بعد التصوير بعد الادسنك بعد الكذا قبل ما تجد ريليس للميزيك تنعمل فمعظم الوقت نحن معنا وقت انو نعمل هذا الشي فمسا احيانا ممكن بلش كتابة وهي قصة ما تصورت فلعزم اقرأ السكريبت وعرف شو القصة والكاركترز وهيكو ببلش كتابة موسيقى وباك ان فورث مع الدايركتر وبتعتمده على النوتشن على الصوفيج ولا كله؟ كله براسي هلا لقلك انا درسة بيانو بس اللي صار انا وصغيرة كان ادني كتير قوية يعني بحفظ اي لحم بدك اياه بحفظه اي لحم بدك اياه بحفظه اوكي هيدا واحد مني تالنت فمعلمتي شوي قد ليزي سو كت احفظ القطع اللي انا مفروض اتعلم اقراها بالنوتس وانا انا انا لم اتعلم بها لانه مع ما كتعرف الهمية فاللي صار انو ما عاد كتير very strong visually اني عارف اقرا انا وصغيرة ما كتمتبهتل على هالموضوع بس anyway so when i write yeah it's basically all the tunes everything that i want to do كله بيكون براسي بعثوا على الكيبورد عندي وطبعا تعرف how it is بعثوا في كل الالات عندي عالكيبورد واذا البجت طبعا تسمح which is something انا بفضله احيانا انو انو نسجل live يعني نسجل مع موسيقى طيب انت اتعلم كيبورد كاني فهمت كمان درسي عال فيولين i was supposed to do that because uh استاصلحي الوادي وقتا شافني عملي الاضيشن i was like eight nine ووقتا he was so impressed with my skills لأنو بتعرف بيعزف لك نوتة غني لي ايها okay two notes غني لي شو اسماتي and he went on to play ten notes together وقدرت اقل له شو هنا ten notes ووقتا اتصل بمرته عم بيحكي معه بالفرنسي قال عندي واحدة هون دف الزيعة امي بتحكي فرنسي so فهمت علي كل شيء وقال لي انتي لا ما بدي حطك فيانو بدي حطك فيالين لأنو it's one of the hardest instruments قالت لا بدنا فيانو قال لا لا ما في فيالين so ما في ما يعني يدوب probably one class or something وبعدين اهلي قرروا انو we're moving جايين عن دبي so yeah so that's what happened كم مرة طريتي تاخدي reference من comp or temp music انك تعملي شيء شوفها لا بشكل عام I would rather خاصة اذا ما عنا كتير وقت فضل انو يعطوني temp music ليه لانو بيعمل bridging بالcommunication between me والديركتور لأفهم عليه شو بده وشو الهوة حاطت بباله مود فدايما انا يعني I urge them انو يعطوني temp music لانو for that reason in specific لانو صار كتير مسان بحيانا انو مسان بشتغل مسيعة مكون حاكيين انا وديركتور بعمل له مسيعة بلي بعمل فانا عادة مفضل هاد الشيء وخاصة اذا ما عنا وقت كتير يعني فيك تقول 50% انا طالبة انا طالبة temp music او هن نعطيني temp music بتحسي بقيدك نوعا ما يعني هلا اكيد هو احسن لانو الواحد يقلك بدي شيء صاخب وهادئ بنفس الوقت روحي عالترجمة شو معانتها صاخب يعني الشيء ما له علاقة هي بتتفاوت الاراء بتتفاوت الاذواق بتتفاوت يعني مثلا انا اللي بشوفه بيفرحني يمكن يكون تماما مختلف اكيد having a reference بعتقد مثل ما قلتي bridges the gap بيقرب المسافات يعني انو خلص عرفاني نوعا ما الايقاع textures الاصوات طيب انت عانيتي من انو مثلا انطلب منك شيء وحسيتي او ردة الفعل بناءا على انو انت عطيتي reference حسوا انو كتير بعيد عن الجو اللي كان مطلوب بالعموم I don't have هيدا المشكلة بس مثلا صارت مرة مع مخرج معيا يعني كان في هلا متوقع بشكل عام انت بالحياة حتى مع الانسان العادي يعني two people عم بيحكم عبعض انو في عالم انت you match معون وعالم لا حتى بتصير between director and composer I believe طبعا مع everyone ففيه directors انت بتكون فهملين عبعض وسموذلي وكل شيء ماشي تمام وعرف كيف ما بدا حتى تشرح وفيه directors تم رؤوا عليك أد ما شرح أد ما حكا بتحس فيه gap في كأنو في شيء ما عم ينفهم بالنص هلا صارت معي يعني مرة بالاخص صارت معي كتير وما كنا كتير عرفها مع بعض وهو اللي بباله ما عم يقدر كتير يوصلي وانا اللي عم بعمله ما كتير عم يعجبه بالظبط وطي واتد بالاخير وصلنا لsomething بس انو بتصير yes بتصير هيدا حسيتها كانت compromise يعني ولا بالاخير أخذ النتيجة اللي بدوها أعتقد أنه كانت من جهته من جهته لأنه صار بالاخير إنه نا هيدا بس نايس بس بيصير أنت من ناحيتك إنه تحاول تؤنعه كمان عرفت كيف أزاك بوض بس لسن إنه تعمل أعتقد أنه تعمل أفضل 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 ما أصعب الشغلة بتعاني منا مع التعامل مع ان كان على المستوى الشخصي بينك وبين حالك إذا فيه كرياتيب بلوك أو مع المخرج لما بيطلب منك شيء خاصة إذا بعيد عن الشيء التي كنت متخيلتي بيني وبين حالي عندما يتحدث بلوك كرياتيب بلوك ويعتقد أن هذا مهمة كل كرياتيب أفضل لأنه بتصير أفضل وتصير كل فترة كمان وأحيانا ممكن تصير إذا مثلا لنقول أنت قاعدت فترة لم أشتغلت مثلا على أفضل أفضل مثلا أنا شخصيا بيصير معي أنه بنسى أن أنا كتكومبوزر أفضل كيف كيف عملت هذا الشيء من قبل أو كيف رح أرجع عمله مرة ثانية أفضل برجع مثلا بسمع الشغلة اللي أنا عملته طب نائس نائس إنه يضعني أفضل أفضل لقد فعلت هذا لذلك لذلك لقد فعلتها لقد فعلتها لقد فعلتها لذلك تصير كتير أفضل بس يعني ما يمكنني أن أقول تقعد تجبر حالك تظلق قاعد عم تشتغل تجبر حالك تجبر حالك أفضل يعني أفضل 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 تجبر حالك يعني الموفي لازم أنا والديركتور أنا بعمل الإعداد اللي هو بحط الموسيقى على الحلقات عادة هيد الحرية لقلي إذا صار ما صار المخرج مثلا ما اتفق معي بشغلة بيقلي مثلا لا يلق شي ليا مثلا بل شي كذا بس أنا اللي بعمل الإعداد تبع الموسيقى وأنا اللي بقرر وين وعلى قليلي بيقلك أنت تغيري لأنه أحيانا إذا مو أنت اللي عملتها ممكن يصير في شوية تخبيص بالموضوع يعني ممكن مثلا يتخيط تراك مع تراك تاني بس مو بطريقة بيرفكت بس أنت لأنه وقت تكون الكمبوزر للأطعاء تعرف بالضبط وين فيني أن هي حتى فيني مثلا قص شقفة منها ولزقة بطريقة المستمع ما يعرف أو ما يحس فيها لهيد الأطعاء فهيدا كتير فاكتور مهم يعني تشتغلي ساوند افكت بالإضافة للموسيقى أو أنا من وقت ما كنت بالم بي سي كنت أشتغل ساوند افكت لأنه كنت أعمل ساوند افكت تابع البروموس والمكساج ومثل ما قلت لك بعدين من 2009 حاولت أني ركز أكتشي على الموسيقى بس كمان لهلا إذا اضطر الموضوع بيشتغل ساوند افكت بس ما تنسى الشغلة تانية كمان أحيانا النوع لسكور نفسه بيكون مكسشور بين السايل اللي هو ساوند ديزاين ساوند ديزاين نفسه نفسه فهذا سيكون جيدة إذا كنت لديه موسيقى وبتقدر أن تعمل هذا الموضوع بين الموسيقى طيب للأشخاص اللي يمكن ما تعرف شو اللاييرز أو الطبقات اللي اللي بتكون موجودة عمستوى الصوت شو شو طبقات الصوتية اللي بتدخل غير الديالوج اللي هو الحوار في عندك الحوار وأحيانا إذا الحوار معنو معنو مسجل صح في شي اسمه ADR وين بيجيبوا الممثلين على الستوديو بيرجع بيسجلوا الحوار مرة تانية شو أكتر أكتر أطعى موسيقية حسيتها عطيتك النتيجة إن كان من قبل المخرج تفاعلا يعني أنت كتير كنت رضياني عنه وحسيت أن يعني بتعبر عن الشيالك أنت عم تحاولت توصفي وأخذ النتيجة إن كان من قبل المخرج بعد 24 سلسل وثلاث أفلام ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني your body of work speaks for itself بس أصدقى هلا واضح هدول الرمضانيات is one of them أوه دافنت لي دافنت لي هاي أكتر شين شهر يعني وأكتر شين العالم تحبه بس يعني في عندك مثلا في في الـ في نوارا الفيلم المصري في آخر سين بتطلع أطعه وبتمد على التتر بالأخير العالم كتير حبيتها يعني I think I think أكتر أطعه بيسمعوه على my sound cloud أكتر واحدة So في عندك هاي في عندك أطعه ب photocopy كمان الفيلم المصري وفي كذا track بموقع حارة يعني أنا بظن موقع حارة هو من أقرب الـ عقلبي والعالم كمان كتير بيحبه الشغل اللي فيه إيمت أول مرة وعينتي عموضوع أنه في حدا هو المحرك الموسيقي بالعمل البصري أو اللي بين حضرها التلفزيون ما بعرف إذا you can call it that بس أنا من أنا وصغيرة كنت إذا بيطلع فيلم أو شيء على التلفزيون ببكي وتأسمع الموسيقى إذا بيطلع أطعه هيك very emotional فكنت أبكي ودمع وكذا فماما من هون عرفت أنه أنا عندي something related to music some passion فإذا بدك من هداك العمر من أنا وصغيرة كتير بس يعني ما فيني حدد لك بالضبط إيمتا أنا وعيت على هذا الموضوع I think صارت automatically معي يعني لأنه ربيت بي هيك جو بشكل عام أمي بتحب الموسيقى بتغني هي هيك لحالة عرفت كيف فكنت كتير قريبة لهذا الموضوع فما فيني حدد لك بالضبط إيمتا بس أمس لي عندي إياه من a very young age قديت عمقت بموضوع المقامات أو يعني واضح إذا عزفت أو ألفت الشيء بالC major غير الD major غير الG major كل واحدة إلى إسقاط معين طبعا مثل ما قلت لك أنا أنا بكااز 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 ما كتير ركزت على theory وذلك كان لك موضوع إذا بدك تحكي theory والمقامات وأسميهم وتأثيرهم وهل إجصاص أنا لا أعلم بس 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 ممكن يجيني حدا وبي فهم theory أكتر مني من اليوم وراء بيقول لي آه عملت هادة بمقام الكذا والمقام الكذا حتى بيقول لي ممكن عملت هون شغلي درسونا عنا مسلا بالكولج أنا هون صدون في مرة واحد قال لي هاتلو مرحل هاتلو هاتلو ياه أنت فعلت شيئاً أنه يدرسون عننا أنا كنت جداً جداً كنت كتابة شكراً، لم أكن أعلم ذلك هل تتكلم مع أفضلات؟ كيف تختارك المفتاح الأغنية أو المقطوع؟ أفضلات 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 افضلات هناك الأشياء التي تست releverوها without clapping comfortable إما أنologique الاختيج implication فهل معلومة بالتحديد أنا ما تعرضت للا حضرت الماستر كلاستة بحان زيمر نعم فهل يتحدث عن تفضل على دي لتفضل بس هل معلومة كتير مهمة أنه بديك تعمليه بطريقة تكون نيليفة لتفضل وعندك مفتاح معين that you're more comfortable playing in يعني عادي مثلا تبدأ شيء بي دي أو سي but then to transform my favorite would be d minor that is i think my favorite yeah and i think بيقول هو أكتشي بأسر فيك when you're doing something emotional like an اطع I think I'm not too sure about that piece of information but طيب عصيرت هان زيمر كأني فهمت أنه صار في تواصل بس في مرة he he liked or commented on one of my tracks can't really remember i don't want to say one or the other but yeah it was one of those two i posted a track and he either liked it or said something i was like oh my god you know yes that's a big deal of course it is yeah so i used to have my music there so i used to have my music there sent me a message on myspace and he told me you know you have great great talent go on or just keep going or something it was like a very short kind of message and i'll never forget it because that استبعني أنا ماني مبلشي ماني عاملشي ريلي بيك بس هيدا لحالة عاططني هيك a push نيرا كتير انه كلينت من ساعة بقلي وانا هيك مسيئتي يعني كانت وقتا ما بتسوفرانجاني those encouragements early on can it can be the difference between continuing and not absolutely ومشان هيك أنا واتحدا مثلا هلا يبعتلي something مثلا كتير في عالم تتواصل معي through facebook or instagram ويبعتولي بلولي مثلا أنا i'm starting up وكذا حتى like people who have never done music and if you get to اسمعيلنا هي وتقللنا شورا ايك i always give them the time listen to their tracks fully and and actually tell them if there is anything لانو ما بحب انا اقول yeah yeah very nice ومشي يا انا بحب انو يعطوني honest feedback اذا في شي بدو تحسين please tell me what it is so بنفس الطريقة انا بتعامل مع العالم اذا حسيت في شي مسلا بدو تصليح او شي ممكن يعملوه better بهالطريقة بعطيانو الفيدباك so yeah مشان هيك انا i am always open for that لانو بععرف قديش بتفيد نضت بحط حالي بما كانت كلينت مانسل or anyone like that بس يعني بتعرف احيانا بيجيك حدا who is less experienced than you فتغيرت يعني طريق الوصول اليوم تغير كتير عن لما انت بلشته فلالاشخاص اللي حابت يعني انو توصل للمستوى اللي موصلتين وان كان كعدد اعمال او طبيعة الشغل شو بتنصحي لحدا اليوم عم يبلش بهالقصة شو يشتغل على شو كان ايشي حتى التواصل مع الكمبوزرز والمخرجين صار اسهل بس حدا عم بيبلش من الاول متل ما انا عملت فيني انصحون انو ياخدوا مشاهد من افلام بيحبوها وحابين يرجعوا يعملو لها كمبوزنج in their own vision ياخدوا في كتير سايتات بيكون عليها السين بس مجرد من الموسيقى يعني شعالين من الموسيقى ويرجعوا يعملو لها كمبوزنج هنين بنفسهم the way they see it ويتدربوا على هذا الموضوع هايدي كتير كتير مهمة وبتساعد انو الواحد يتحسن ككمبوزر ويتعلم along the way وبعدين ممكن يبلش ياخد project ما فيها دفع او مردود مادي بالمرة و that's fine كلنا عملنا هيك ياما ما رأينا مشاريع ولا فلسطة لعنا فيها بس كانت كانت very exciting لانو انت اول شي عم تدخل عالمجال وعم تنعطى هايدي الفرصة انك تشتغل و تاني شي انو هايدي بتعلمك يعني انو انو يبنوا لحالهم يختلفوا عن غيرهم ما نحاول ان نقلد كتير العالم لانو في كتير عالم عم تقلد عالم حاولوا بعد فترة انو تطلعوا ببصمة لالكن خاصة فيكم تخلقكم to stand out from the crowd and be seen basically yeah and it's a matter of time مية بالمية انت اعتمدت على عنصر الimitation yes i'm not gonna lie you do that لانو احيانا بعم بيصفحك اللي بيقلك غير هيك احيانا اللي بيقلك غير هيك ما بكذبه حالو لانو يعني unless you are super original and out of the box و انت في عندك شي يعني very unique to yourself you are gonna copy people بس شو بيصير انو مثلا يو copy مثلا اليوم حدا بس بتلاحظ انو مثلا لا انا بدي ارجع اعطيها طابع لالي فبتاخذ whatever تعلمت من هيدا ال experience انت عم بتقلد هاد شخص وميك it yours فبتصير to add انت your own stuff to it وهيك شوي شوي بيصير عندك uh an image for yourself basically طيب اذا بدك توصف في لون الموسيقى يلي بتأل فيه it's a hard one بس يعني i would say it's a fusion between orchestral and شريع انا كتير بحب لانو orchestral style والstrings بالاخاص يعني it's my favorite section and الشريع فبحب دائما بحاول انو to marry those و ايما تبلشت تحاولي تتعمقي اكتر بالرانج تبع كل الالي او مثلا اذا عم تعملي شيء solo violin غير اذا كانو 4 piece غير اذا كان 4 orchestra تعمقت الشيء بتفاصيل هالتوزيعات مثلا ولا مرتين not really again انا i am learning as i go يعني it was a learning experience as i go لانو انا ما رحت على film school ما تعلمت scoring انا كل شيء بتعلمته هو piano فthat was my musical education فايشي صار بعد هيك هو it's on my own learning as i go learning from my own mistakes ففيك تقول انو حتى orchestration وال arrangement وكل هالقصص انا عم بتعلمها شوي شوي مع الوقت ولا نخاضع لمنهاج او اسلوب معين يعني هو اقرب للارتجالة حدا دارس ممكن يجي يعارضني كتير مثلا ممكن يقول لي لا لازم تعملي هيك و لازم تعملي هيك و ممكن حتى ما يحبوا the fact انو انا اي كمبوز من دون education نعرف كيف بس بتصير كتير يعني في هولوود في كتير عوالما ندرس مصيحة بس Hans Zimmer is one of them exactly فان هدول الاشخاص الامتذكريون بس تذكري Hans Zimmer بيقول لك ايه هاد غير عرفت كيف ايه هاد غير لما هو you have that in people they have they have a gift they have they have they have they have you know so all these play a factor بس هل انا بلحق مثلا قواعد معينة اللي هي موسيقية بدي ايه لك لا I don't بس احيانا الشي اللي انا naturally بعمله يطابق مثلا something that may be كآلي واضح انو البيانو او الكيبورد هو الآلي الاساسي if you could play لو فيك تتقنة آلي تاني شو ممكن cello I love it I have it hanging over my bed have you tried playing the cello yes I tried to balance classes مع 2 teachers بس ما في I need 2 3 classes ووقفت لانو كانت وقتها I think one of them was I was doing online بس كانت صعبة ل the whole thing كان صعبة وكتير بدا وقت وقت وبدال dedication كتير وانا بواتا I didn't give it that dedication i'm not gonna blame anyone else but myself بس yeah it's one of my favorite instruments I love it I'm still hoping at some point I would learn it حتى ولو هيك عنصر الوقت هو يمكن أهم شيء anything without a deadline خلاص يعني it's open-ended شو أسرع مقطوعة اللفتية بسبب الوقت عندك كتير عنصر الوقت هيدا مشكلة مثل ما تلك قبل وياما مألفة إشياء بسرعة خارقة لأنه ما عنا وقت بس there's one piece in specific that stands out which is the end credit طبع مسلسل مجحرة كان وقتها المايسترو طالع على ماسيدونيا بليلتها وخلاص كنا مخلصين كل السكور بيجيني الديركتور بيقلي مأخر وقتها هداك نهار إنه بدنا قطع غير the beginning بدنا قطع مختلف for the ending I was like oh my god كيف دي لحق و it's a very complicated piece as well يعني مش إنه very simple فيها كتير layers وهو القصص فوقتها بتتذكر قضيت الليلة كلها بالستوديو من الساعة 12 للساعة يمكن 6 الصبح عدت ما قمت عليها ويا وقدر لأنه كان لازم لحق he needs to do the notation والأصاص كلها بهيك حالي قد تعتمد على language اللي already you established بالعمل نفسه لأنه واضح بيكون في قاسم مشترك صار العمل موحد عد عملت أكتر من قصة أكتر من موتيف أو theme فهون يعني بيكون مطلوب منك شيء ضمن الجو ولا انطلب منك شيء الظلم لا 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 it's the same the same mood the same everything وحتى إذا بتلاحظ القطعة البداية فيها جزء من one of the القطعة بالمسلسل والنهاية فيها جزء من القطعة تانية من المسلسل and it inspires the rest of the piece غير deadline شو أسرع الشغل عملتيا وتفاجأت فيها أنه ما عد بدأ الشغل أنه it's perfect أزاز أسرع أطاع I really don't know بس في عندك مثلا الأطاع transcendent اللي أنا عملت بدون أي project and it's one of the one of my favorite pieces for myself I would say that one it was simple yet it hit it hit a note there it hit a yeah سؤال بعد where does the inspiration for something like that come from for you or is it different every time that piece is specific it was after I watched that German film it was called was it what was it called I forgot the name of the film it was a it was a German film two hours one shot and it was amazing I don't know what I'm going to say today but it was that film that inspired me to write that piece because because there's a musical that was in the same kind of mood so it gave me that that yeah do you get ideas in the middle of the night if it just shuts up it's always like it can be anytime 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 I don't I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'll pick up the head and I'll record it and yeah yeah anywhere where did you go to the middle of the night or did you go to the middle of the night and you feel that you need to get to the middle of the night and you can't get to the middle of the night or you can't get to the middle of the night it was when I was in Edinburgh I was there on a vacation and I was just out with my friends and that's where an entire piece like it came to my mind and it was so overwhelming I didn't have anywhere to to record it and I'll never remember or recall that piece again so yeah it's surreal I mean okay it's a thing but and I often think we're vehicles in a book Liz Gilbert that talks about creativity it's called big magic big magic and the book it's one endless stream and the thoughts literally I think of an idea knocking on your door you either let it in you accept the challenge and you make it happen or you don't or you have a good idea so yeah it's really good I'm going to do it because I'm going to do it because I'm going to do it I feel like it's a thing I'm going to do it بتروح لعند حدا تاني أو كذا بتروح لعند حدا تاني هالحالي هاي تبع أنه ما أنا ملموسة ولا أنا مرئية يعرفت كيف صعب تشرحيها واللي ما أنا وما رأي فيها عادي يكذبك عادي يقولك أنه ففيها شوية يعرفت كيف حتى تقاس نحنا اللي بنعمل هدول الأشياء ما عنا تفسير ملموس أنه نقدر نشرحه للعالم لأنه حتى أنت ما بيأحيانا بيمرو عليك بتصير معي أنه برجع بس ما قطع أنا عملتها قبل فترة بقول أنا عملت هي أنه شو صار what happened in that moment أني قدر إطلع بهك شي يعرفت كيف so هي كحالة I think it's very it's mysterious مثل ما قلت أنا بشبه لكرياتيفتي لبير actually وكلنا وي derive from it وإذا ما أخذت هيدا الفكرة وطورتها وهيدا بشكل عام بالحياة بحادة تاني it's gonna fly and go to someone else to be born so yeah ما أنت اللي بتخلق ما بعرف إذا بتحسي بالخوف أو بالرجفي أنا نصبت برجفي أنه عرفت كيف تحسي أنك مسؤولي عن هذا الشيء إلى مطلعي صح صح بس تأكيدا الحقي you're like that came through me يعني أنا I was just مثل أن a vessel we are a vessel almost like you were possessed to capture فانسحرت يعني again not to go too not to go too weird بس yeah it is some sort of a حيك حالة مثل ما تقول بيسير شي بوقت something happens to you and you're just able to create that and then later on بعد شهر ممكن تطلع and say how did I do that so it's the aim ما ألا دائما عندي فضول إسهل هذا السؤال لأنه بحس في تقاطعات وكل حدا بيضيف العنصر الشخصي اللي بتعلق بآلية شغل وهيك yeah it's and people always tend to ask that question they're always looking to how for an explanation كيف بيسيراد شي بس ما أظن anybody was able to give a solid answer because I don't think anybody knows like are you a night owl ولا a morning bird a night owl yeah definitely a night owl حتى creatively I am more creative in the evening yeah طيب حاولت تتعملي شي الصباح لتشوفي إذا حاولت أعمل الصباح الضيطة دعا أتو لا بس يعني بتحسها I like more more practical in the morning and the daytime or more problem solving or evening بحس حالي more creative that's been the case all the time طيب عندك شي طقوس rituals anything you do to get you in that zone حسب المكان حسب المطلوب حلا أنا أكتشي بهمني the silence and for me to be on my own يعني مثلا في كتير حانا بجيني مخرجين بيلي بدواوا عود معا يدوا بجتغلي I'm very sorry but can't do that that's not gonna happen because because أصلا بيمرؤ مراحل أنت بتقول what the hell am I doing it's crazy like you could come up with something ممكن تعصب على حالك ممكن تعصب على الموضوع ممكن تقوم so it's not a pleasant process not to get too technical or geeky for those for those that may not know as much as much at all I guess about composition هل تقوم بإمكانك presets أو synths أو sound libraries that are go-to for you to get you unstuck if you get stuck definitely sound libraries بعد بلعب دور على sounds randomly the sound the sound itself inspires the beginning of a piece believe it or not because it could put you in a mood of something or تعطيك فكرة تعطيك على الkeyboard with that sound and you're like oh okay I like that and then it drives drives you into the mood of that piece so yeah sometimes it plays a role is there a particular software yes Omnisphere I'll tell you why because it is it is filled with different different sounds you know how it is so change the patch and that's it you're on the go so you're changing playing changing playing so it gives you that access to a very large library of sounds that is very inspiring and very like a wide variety of it طبعا مش سوى الغناء واضح انت بلشت يعني غنيتي at some points فكرت توسعي هال جانب من اللي بتشتغليه انو يدخل العنصر صوتك بالأحرى يعني عال بتشتغليه ولا اي دفنت لي هلا انا عاملي آلبم قبل اسمه lemonada انا عامليه بس انا عاملت انا عاملت عاملت انا عاملت انا عاملت علي الموسيقى بس انا عاملت الغناء متل ما قدت لك كنت غني مسلا عا اعلانات اذا في اي اعلان بدو غناء متل نيفيا والأصاص او ازامي صوتك على تراكات تباي يعني تتير على تراك تباي ممكن تسمع صوتك في الترسل مصلا 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 احضر عاملت عاملت او كمان او انا عاملت مصلا في عاملت بلندون او انا عاملت كالسنج و هلا مصلا خلست جمع 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 من او خرسطفر تن او واحدة من هولوود يشتغل على جيم اسمه Old World. كمان ايضد هكي مواويل على واحدة لانه يجب ان يكون مدل ايسترن. بس اني مثلا اخذ هادلغنية واعملوا واحدة من مجموعة مجموعة ومسلا اقل بوصير مغنية انو I never thought about it. مش لانو I never thought about it بس انا ما بحب اني كون مغنية مو مشان شيء بس لانو it's not something بحس حالي انو فيني ادي فيه ازا مغنية بعمله ازا مغنية طيب تأليف اغاني او توزيع اغاني واضح انت اشتغلت اكتر بالموسيقى ما بحب كتير الاغاني شو السبب اه ما بعرف يعني هلا اشوف again هي each style كل style بالموسيقى له عالمه يعني في عالمه مثلا تحب تعمل comedy في عالم تحب تعمل action في افت كيف so الاغاني هي عالمه لحاله فاله style معين و style معين بالتوزيع و افت كيف ما بحسها it's my style يعني ما بحسها it's my forte عفت كيف but you are a listener of songs yes i am a listener of songs but not a maker of one simply because i don't see myself in it يعني داما بحس حالي more into the music part of things اكتر من الاغاني بس عالم لي يعني كذا اعلان مألفت لون اغاني بس بكونوا هيك yeah if we had to pick lyrics versus music you're definitely more of a music absolutely i'm more music i never memorized the lyrics of any song and i will be uttering yeah so i'm more of a music person عصيرت الاغاني شو الاغاني اللي هيك بتعملك حالة انسجام what do you connect with mainly anything that is sad and you can hear that in my music يعني حتى احيانا when i attempt to write something happy بجحة بإلي ليال it still sounds sad so so there's something there's something with that melancholy that i love yeah how would you describe you said fusion orchestra and and fusion the answer i was looking for is the one you just gave okay that's what i was looking for then no i could hear it i could hear it in your stuff okay okay it's definitely present it's very present you can't run away from it it'll show its face exactly it could be through a texture it could be through the way you you balance your your sounds there's a a chord anything yeah yeah it's there as far as projects do you have a project you're most proud of i know that's a another cliche question and everything you've done is your creation but is there one that you feel مغهر again i'm gonna say that because i love it it was the amount of music that i did for that project was humongous the fact that we recorded in macedonia was also like played a big factor it has a special place and it's a special place and it's a special place it has a special place other than copywriting your stuff are there steps that you make sure you take before anything comes out is it usually a work for hire they pay you for the work it's theirs to do whatever they want it is work for hire mainly it is work for hire i can't say it's the same for every composer in the middle east because i know some composers they have to do whatever they want to do they have to do whatever they want to do they get cut out of it and that's it and take the music what are you looking forward to you know post-covid right now i'm working on two tv series guess what i forgot his name that's the theme of this interview i forgot but yeah these are the two projects that are the ones that they work on because in dubai they came to talk about opera on dubai because they reached me and said if i can you know would like to do a concert but honestly i am going to make this one it's all in my hand but it needs a lot of focus because it's not just as easy you can see let's go play it's gonna have to take a lot of work you can take some of the things you want we can do rearrangement, orchestration so فبدا شوية توقيت فهذا one project which I think حيكون شوية down the line وبفضل يكون بعد COVID مش بعد COVID, God knows when COVID will ever leave us بس شوية تتلحلح الأمور لتقدر العالم تجي physically وتقعد وتتفرج فthis is also one major thing بس it's still down the line I'll buy the first ticket It would be quite a treat to see your body of work طيب بهيك حفلة كيف كيف بتنقل المقطوعات اللي بدك يعني تعزف فيها وتشو اسمها It's gonna be hard لهلأ اسم ما قاعد تقررت شو هنا القطاع بس obviously تختار القطاع مثلا اللي لاحظت انه العالم كتير حبتها and connected with it throughout the years لأنه they want to hear it in the concert so بدك تختار هدول القطاع بدك شوف الcomplexity طبعا orchestration طبعا do they sound nice on stage not how can you like redo them in a way that would be a performance more than just a piece the way they flow together because انت يعني تكتحاول لأدل مكان ان الانسلت تكون very flowy بزنبت so all these factors play a role in that which I haven't started yet but that's exciting but that's exciting لأن بعتقد كمان في مجال أنك you could take that on tour and do a few cities I was asked many times ام ترح تعمل حفلات ام ترح تعمل حفلات و I never really took it seriously until دار الأوپرا بدباي حكوني بس it's definitely once you do that بس تباليش و يصير عندك المقتوعات خلاص تصير أسهل يعني it's a matter of just arrangement and deals طلايب as far as taking your skills outside of the region is that on the horizon for you يعني بتسعي انك تعملي شيء لبرة أكتر absolutely هلا مثلا أنا الفترة اللي جاية حاكم بين كندا و دبي لأنه اجتني فرصة الهجرة لكندا ف I'm hoping انه هذا الشي رح يفتح لي كمان أبواب أكتر اني ادخل على السوق هناك ومنه للسوق الامريكي معنى أنا عندي awards كتير من أمريكا يعني عندي 13 تقريبا awards بس بس يعني it would be nice اني بلش اشتغل على actual projects من هناك ف hopefully this will open the door for that at what point do you feel I have arrived بغض نظر arriving doesn't mean you stop yeah do you feel like you have do you feel like you're close or what would that look like for you some days I feel that I have لأنه هكي بتحس حالك everything is so positive and happening in your life and sometimes when shit hits the fan and you're like what am I doing and what's happening so بتحس انه لا ف I think it's an ebb and flow kind of situation I think كلنا من رأب هكي بس أنا personally مثلا ما بحس انه خلاص وصلت and that's it I have ups and downs moods days you know so بس I'm always looking for something better I'm always looking اني انا صير احسن ووصل لشي اعلى بحسن اسفر as scoring or working with a director or I'm just trying to get a sense of is there something that you've always aspired to that you feel again just because you تشبه مليارا ما بارفشاره يمكن أن أ تشبه مرة أكثر علاقة بارفشارة أني تسمح أراقurable معجمه بارفشاره لأجلس ولدعفشاره أو حلو دعفشاره أنه رهساره وللدالي كثير مريح لكنه في النسائل وهذا اتنع الضغط عليها شكرا أنا أشبه لي Lynue جميع federal بالطبع امرنا أ Regel covenant وممع باح وأنتم نعرف بwealth أنا لي سجأ صريب المدعم أس ل Giovanni يمكن أن أعجبي و Souي الأول أخبرنا وفقتها ايضا fårها. إذا كان مالك ما هوForس. وقع بشكل مالك! واحد بحقните كامالا، فقد تحت لديك مالتا في مالتاةِ وانا يتحقصوا بالتباه. فإن لا الانت بأليا؟ هل هل يمكنني ان تحصل لكياً؟ اُساً كمالتاًا بها? فإن أريد لديك كامالاً بسبب فتش إذا شنطوا الناس من المالتاة مستحيل... فشيلاً للأسفل لأسفل لا 555 هذا هو الفكم السفängt come on is there any movie out there you wish you had scored i have never thought about it that way, actually um not really not really because usually i believe yeah i love the score of whatever i'm watching if i fell in love with the movie obviously the score is playing a very big role in it it's always like that marriage between the score and the هذا فا I always love it فا ولا مرأت you know I wish I scored it unless I watched something like really horrible I'm like oh they gave me that I would have done better but I don't mean in terms of better the reason I ask that is enough for me there are songs that I have a crush on and it's not like oh I could do better it's like this is so good it's so good I wish it was me I did it oh oh okay okay now I understand your question got you it would be Inception I love the music and Inception I just love it I don't know what it is about that score but yeah like I would say I wish I did that or I was capable of doing that I love Christopher Nolan and Hans's kind of collaboration they're always so amazing yeah I can't thank you enough I know there will be a part two and three oh great yeah I would I would be happy yes it's my pleasure you know hopefully either before or after you do the Dubai yeah that'd be really cool we can you know try to plug it or talk about it and you know talk specifically about that I'm so proud of what you do thank you thank you so much really I really appreciate it I think you're going to do amazing things thank you so much for having me this was really pleasant I really enjoyed every second of it it would have been much better in person but until that time until that time comes inshallah the next one will be inshallah thank you so much thank you Zan thank you so much take care bye bye bye